كل سنة وانتو طيبين لو كنت عاوز انك تستفيد من شهر رمضان الكريم فعليك انك يتابع معي الفيديو ده وتحمل تطبيق مسلمونه عشان التطبيق ده ده بيوفل ليك كل ما تحتاجه من خدمات اسلامية في مكان واحد من مواقع الصلاة وقلان كريم كامل وتقويم والازان والقبلة وغيرها من مميزات كتير كمان بيتيح ليك التواصل مع المسلمين الاخرين في جميع انحاء العالم عشان كده تابع الفيديو ده عشان نتعرف عن المميزات ده بشكل عملي وما تنساش لايك واشترك معنا في القناة ده معنا كل فيديو جيد ويلا بينا على الشرح مباشرة طبعا رابط التطبيق هسيبه لكو في اول تعليق مسبت مجرد دخولك عليه حولك مباشرة على متجر بلي وتقدر تنزله او تكتب في بحث متجر بلي كلمة مسلمونة هزل معك التطبيق بالشكل ده او بالايقونة دي عشان نبقى عارفينها عشان فيه تطبيقات كتير تبقى شبه التطبيق ده بس تطبيقنا النهاردة هو التطبيق ده بالاسم ده بالايقونة دي على متجر بلي افتح التطبيق معنا وهنشوف بعض المميزات الموجودة فيه هيفتح معي التطبيق بالشكل ده هضغط على كلمة انتقل الى الاعدادات زي ما احنا شايفين هحولنا للوجهة دي هضغط على كلمة حدد الموقع الخاص به طبعا هضغط على الخيار ده وهفعله عشان اقدر احدد مكاني بشكل تلقائي لتحديد المكان اللي انا فيه علشان يزبط لي موعيد الازان في المنطقة اللي انا عايش فيها بشكل تلقائي هنضغط عليها وهنشوف هيحولنا مباشرة على الوجهة اللي احنا هنشوفها دي مع بعض زي ما قلنا انه التطبيق بتاعنا شامل كامل فهتلاقي كل حاجة فيه هضغط على اثناء استخدام التطبيق هيحولنا مباشرة هضغط على كلمة حسنا ولو رفض انه يتحول معاك بشكل تلقائي وده قليل جدا ما بيحصل هحدد بشكل يدوي هضغط على المنطقة اللي انا عايش فيها هكتبها في البحث هنا وهيبدأ يحولني مباشرة على الوجهة اللي احنا الرئيسية بتاعت التطبيق بعد كده بشكل تلقائي بدون اي مشاكل زي ما احنا شايفين هتفتح معاك وجهة التطبيق بالشكل اللي احنا شايفينه ده من خلالها هنقدر نشوف كل المميزات الموجودة في التطبيق بشكل سريع كده هنا طبعا اول حاجة معانا في الاسفل هتلاقي كلمة القرآن الكريم لو ضغطت عليها ودخلت هنشوف داخلها ايه هتفتح معانا كل الايات القرآنية وكل الصور القرآنية زي ما احنا شايفين وبكل الاصوات اللي احنا عاوزينها لو ضغطنا مسلا على رسولة الفتحة بالشكل ده هلا ايها فتحت معايا زي ما احنا شايفين طيب نرجع للخلف طبعا هتلاقي كل الصور لو عاوز انك تشاكلها بصوت او باي صوت من اصوات المشايخ المعروفين اضغط على علامة اللي بلي اللي تحت دي في الاسفل هتفتح معايا بالشكل ده اضغط القارق واختقدر اختار القارق اللي انا عاوزه وهو هيحتاج مني نت للمرة الاولى فقط في تحميل الصور وبعد كده هتلاقي يشتغل معاك بشكل تلقائي بدون نت ده في القرآن الكريم بس لو دخلنا على الايقونة التانية في الاسفل اللي هي ايقونة اوقات الصلاة هتلاقي كل الموعيد بتاعة الصلاوات اللي احنا شايفينها جايبها لك والتقويم فوق اهو تقدر تختاره تقويم الهجري وبعد كده وضغطنا على كلمة القبلة برضو في الاسفل دي بعض المميزات السريعة للتطبيق اللي احنا بنشوفها هتلاقي هنا يقدر يحددلك في بصلة لتحديد القبلة عن طريق تحريك الهاتف بتاعك لو رجعنا للرئيسية تاني هنلاقي هنا بعض المميزات السريعة الادعية والاحاديث والازكار وكمان عندك التقويم والتسبيح لو ضغطنا مثلا على حاجة زي كلمة التسبيح بمجرد هنا تقدر تستخدم الهاتف بتاعك كمسبحة تجيب التسبيح اللي انت محتاجه وبمجرد ضغطك على العلامة دي هيفدأ يعد معاك التسبيح بالشكل اللي احنا شايفينه ده وبس كده في فيديو المهضة يكون انتهى ياريت تضغط لايك وتشاركي البرنامج ده والفيديو ده لكل الناس حواليك عشان كله يستفاد وتعم الخير والفائدة علينا وعليكم كل سنة وانتوا طيبين شكوا في فيديو جديد مع السلامة شكرا